أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيم ميقاتي أن جريمة قتل باسكال سليمان المسؤول في حزب القوات اللبنانية والذي قتل على يد سوريين مدانة بكل المقاييس وفيما يخص ملف اللاجئين قال ميقاتي أن الحل يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا لترحيل النازحين الذين قدموا إلى لبنان آمنة واعتبر ميقاتي أن موضوع النازحين يوحد اللبنانيين وأن هناك اتصالات تجريها الحكومة لأخذ الضوء الأخضر للبدء في العمل اللازم في هذا الإطار دعيا إلى أخذ العبر من ذكرى الثالث عشر من نيسان لافتا إلى أن الحل يكون في الدولة القوية والقادرة وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر على حد تعبيره وأكد ميقاتي أن الدولة القوية تكون أولا بانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة والبداية في عملية الإصلاح مضيفا أنه ليس من هوات السلطة ولا يريد الاستئثار بها أو أخذ مكان أحد وأكد المتابعة لتسير أعمال الحكومة والحفاظ على أركان الدولة اشتركوا في القناة